لكن أكون أمين على الموضوع انتقيت مع خليزات في وقتها إلى آخر وصار بحوار على موضوع تعديل الدستور والإشكالية كانت موجودة بين العرب السنة وبين الكرد لم تكن بينه لم تكن قضية طائفية لم تكن بين السنة وبين الشيعة الإطلاق لذلك أنا عندما عدت انتقيت مع السفير الأمريكي فالسفير الأمريكي ترجاني أن ألتقي مع الأخ مسعود البرجاني في أربيل وجهزوا لي طائرة ورحت إلى أربيل وجزل وخلت وفد معي عدنان الدليمي محمود المشهداني وأنا أشخاصيا والتقينا مع الأخ مسعود البرزاني وقيادة الحزبين الكرديين في ذلك لمناقشة الدستور وإجراء التعديلات أنا استطاعت أن أقنعهم فيما يتعلق بالنسبة لهوية العراق العربية خصوصا ما يتعلق بأن العراق مؤسس الجامعة العربية ومرتزم بمثاقه هذه جرت في أربيل بالاتفاق بيني وبين الأكراد الخلاف اللي كان بيني وبين الأكراد على ماذا؟ على موضوع الصلاحيات هل نؤسس لعراق بحكومة مركزية قوية أم نؤسس لعراق فدرالي بحيث أن هذه الصلاحيات توزع على أقاليم إلى آخره؟ نحن كنا في 2003-2005 مع الدولة المركزية القوية التي لديها القوة لديها السلطان ولديها المال هذا الذي حصل حقيقة الأمر فالمسألة أنا أقول التاريخ هذه المسألة تركت بيننا وبين الأكراد والأمريكان لم يتدخلوه؟ أنا بالنسبة لي لم تكن علي ضغوط لم تكن ضغوط على الأكراد لإشكالية كان هنا قناعات معينة بيننا وبين الأكراد متفاوتة خصوصا ما يتعلق بصلاحية المركز وصلاحية القليل